أنت لا تستبشع أمر الدماء إن كانت في الحق وسفكت في الله جل وعلا وفي الإنسانية الحقيقية وإلا يكون حالك كمن يستبشع قتل داعش ويتباكى عليهم ويقول أناس مساكين قتلتم آلاف منهم يستحقون القتل إذا ما قتلنا هؤلاء الآلاف من داعش شي يصير بالمليارات من البشر شي يصير بيهم البشر عاشوا مرتاحين حتى في الغرب وفي الشرق وين إلى أندونوسيا إلى ما أدري ماليزيا إلى ما أدري وين ناس أبرياء بالشارع قتلوهم وصل إجرامهم كل الدنيا هؤلاء انتركتهم هم عبارة عن ماذا عن وحوش يقتلون هؤلاء مصاصوا دماء يتغذون على الدم شلون تتركوا حتى لم يجدوا أحدا يقتلونه يقتلونه يقتلون بعضهم بعضهم هم يشقون بيناتهم داعش جبت النصرة ويتقاتلون بعدين ما أدري جبت النصرة تنشاق يصير جيش الإسلام وما أدري كذا ويتقاتلون بوكو حرام بوكو ما أدري كذا إلى آخره هم وابنفسهم لأنهم عايشين على هالطريقة شلون تقتلهم شلون تتركهم هؤلاء تلومون عليا عليه السلام على أنه رفع سيفه وذل فقاره في وجوه هؤلاء أو غاد القتل المجرمين البغاه كلا أنتم لم تفهموا عليا لم تفهموا مبدأه مبدأه هو القتل يقل القتل